مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب يبدأ سفر التكوين بعبارة في غاية الأهمية إذ يقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض ويؤكد الكتاب المقدس من أوله إلى آخره على أن الله هو الخالق ويقول الرب على لسان نبيه أشعياء في سفر أشعياء وفي أصحاح أربعين يقول هذه الكلمات من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميدان من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم أن الرب هو خالق السماوات والأرض هذه هي الحقيقة المركزية في الكتاب المقدس كون الله هو الخالق لكن النهاردة هطرح سؤال ونحن في الحلقات اللي فاتت تكلمنا شوية عن بداية سفر التكوين وعن موضوع الخلق في سفر التكوين كيف نشأت الحياة ووجد الكون؟ هذا سؤال في غاية الأهمية تقول لنا ما ليش علاقة بي لا أقول لك لا ليك علاقة بي ليك علاقة كبيرة بهذا السؤال هل الكون نشأ نتيجة قوة اعتباطية عشوائية أم أنه نشأ نتيجة عقل مدبر ومصمم زكي؟ ده سؤال في غاية الأهمية كيف نشأ أو نشأت الحياة وكيف وجد الكون؟ قبل ما نكلم في هذا النضوع بالتفصيل حابب طبعا نعرف أنه فيه ناس كتيرة ويعني محبين لكلمة الله ومحبين للقراءة والبحث وللدراسة حابب أقدم لهم أكتر من كتاب واعتبر الكتب دي أنا هي لا استخدمتها النهاردة في الإجابة على هذا السؤال ودي كتب أنا مش عارف إذا كان الترجمة العربية ولا لأ لكن أنا هقولها بزي ما هي كده بأسماءها وحطها أيضا قدام حضراتكم كل كتاب أول كتاب هما أول ثلاث كتب لمؤلف معروف أوي ويمكن لاي شخص بيدرس عن الدفاعيات وبيدرس عن الردود على الأفكار الإلحادية وعلى وجود الله وعلى الخليقة إلى آخره يعرف كويس أوي جون لينكس يعني هو أستاذ الرياضيات بجمعة أكسفورد ومعروف أوي بكتاباته ومعروف أيضا بفيديوهاته لموجودة كثير على اليوتيوب أول كتاب هو بعنوان seven days that divided the world أو سبع أيام قسمة العالم وده بنائش فيه سفر التكوين والعلم فده كتاب مهم قوي للي بيحب يدرس ده كتاب نضعه في الاعتبار الكتاب الثاني لجون لينكس أيضا خليني أجيب وراء دي كده الكتاب الثاني ده مهم أيضا هو God's Undertaker أو لو حبيت أترجمه ترجمة حرفية أقول حنوتي الله حنوتي هو الشخص اللي بياخد جثة ويدفنها يعني ده كلنا عارفينه ده Undertaker فيه بالإنجليزي فهل العلم دفن الله Has science buried God وده كتاب مهم قوي لأنه بيرد فيه أيضا على معضلة الخلق وهل الكون خالق وهل الحياة من أوجدها ولا أنها موجودة اعتباطيا وعشوائيا وبالصدفة زي ما بيدعي الدرونيين والتطوريين الكتاب الثالث لجون لينكس Gunning for God تعبير gunning صعب أولا لأنه gunning means إطلاق النار أو شوتينج لكنه الحبيت أترجمه هقول انطلاق لله أو انطلاقة لله هل خلينا أقول ليه ليه الملحدين الجدد يخطئون الهدف Why the new atheists are missing the target ليه الملحدين الجدد بيخطئوا الهدف هو كتاب مهم قوي لأنه أيضا بيناقش أسئلة خاصة بالكون والخلية أو ناشئة الحياة وبيرد على أسئلة الملحدين الكثيرة الكتاب الرابع هو لهيوروس وأنا أعرفه شخصيا ومكتبه مش بعيد عن بيتي تقابلنا يعني مرة ومرتين الكتاب ده مهم قوي لأنه بيقول لنا يعني لماذا يكون على النحو الذي عليه Why the universe is the way it is وكتاب أيضا مهم لأنه عالم وحاصل على البيتش دي في الفيزيكس ويعني مؤمن في نفس الوقت فده شيء كويس الكتاب الخامس والأخيل والأخير Refuting God وكتاب أيضا بيرد على نظرية التطور وهو ضحض لنظرية التطور أو هادم لنظرية التطور فكتاب أيضا مهم لجونسون سرفت فدول خمس كتب هتلاقيني كتير مستخدمهم في حلقة اليوم لكن قلت أقولهم لحضراتكم أعتقد أنه بعضهم موجود بي دي اف وبعضكم ممكن يحصل عليهم سواء في الأمازون أو على أنا مش بروج نكتشتريهم وتدفع فلوس لكن لو موجودين تقراهم أو تحصل عليهم ويكون في مكتبتك بيبقى شيء جيد وكويس دايما أشجع على الإراية ودايما أشجع على البحث والتنقيب والدراسة لأنه مهم أولينا أن نحن نعمل كده طيب أجي إلى السؤال اللي طرحته وهو عنوان الحلقة كيف نشأت الحياة ووجد الكون هل هي قوة اعتباطية عشوائية أم أنه وراء الكون وراء الحياة عقل زكي ومصمم زكي دا سؤال مهم أو وراء الله كخالق لهذا الكون هل الإنسان وكل الكائنات الحية والكون بكل ما يسخر من جمال وعظمة وتعقيد يعني الواحد لما بيبص إلى كمية التعقيد وكمية الكمال الموجودة في أصغر خلية وفي كل الكائنات وإلى الجمال والعظمة المتناهية للكون إلى المجرات كواكب النجوم إلى الدقة المتناهية اللي موجودة في قوانين بتحكم مسارات الكون ومسارات الكواكب هل ما ببص إليها وأبص للإنسان هل كل دون نتيجة قوة اعتباطية عشوائية كويس أثرت في المادة وأثرت في الطاقة وأنتجت كل هذا الجمال مع أنها بالعقل أم أن الشيء وجد من لا شيء أو هل لا شيء أوجد كل شيء ما هو مصدر الحياة والحياة هي مجرد تجميع العدد من الذرات ضمن العديد من التجمعات المتشابهة التي حدثت بالصدفة مع الانتخاب الطبيعي هل يمكن أن يوجد شيء من لا شيء وهل يمكن أن تنشأ الحياة من عمليات بالصدفة ده سؤال مهم جدا وده سؤال بيطرح ومجال حوار النهاردة كثير وللأسف في عالمنا العربي النهاردة موجة الإلحاد هي المكتسحة أكتر ويمكن الإلحاد في عالمنا العربي شوية أقدر أقول عليه مش إلحاد مش مليتنت إيثيست يعني مش ملحدين عناف بيرفضوا فكرة وجود الله بكل الطرق لكن هما أكتر الملحدين في عالمنا العربي ايجناستيكس أو يعني عارفين إن وجود الله بس مش عارفين منه أو الله مش عارفين شخصه يعني هما لا يرفضون وجود الله لكن ما يعرفوش أنه إله كويس وطبعا النتيجة الكبيرة هي يعني بسبب الإسلام وبسبب التدين الظاهري إن الشباب ابتعد عن البحث حتى عن معرفة الله الحقيقي البعض بينادي بأن الإيمان بالله هو شر ما تتخدوش تخدوش من الكلام ده خالص وإن إحنا في عصر العلم مش محتاجين لله إن يقول لنا الإجابة على الأسئلة الكبيرة في فكرهم إنه الإنسان اخترع الله لما كان بيبص إلى المظاهر الطبعية وإلى الكوارث الطبعية اللي بتحدث وما كانش عنده إجابة علمية لأنه الناس كانت متخلفة زمان عايشة في العصر الحجري أو العصر المتخلف فكان أي حاجة تحصل لهم كانوا أو أي حاجة بالنسبة لهم سر كان ينسبوها إلى إله لكن النهاردة إحنا عندنا العلم اللي بيفصر لنا كل حاجة ويجاوب على كل أسئلة فنحن لا نحتاج إلى فكرة وجود الله بل فكرة وجود الله ينبغي أن تمحى من المجتمع نهائيا ده البعض بينادي كده يعني شارلز دوكنز في كتابه وهم الإله نادى بهذا الفكر احنا مش محتاجين الله كتاب ده موجود بالعربي هو هو بيقول في الكتاب دوان إيه بيقول أن الإيمان الإيمان بالله يمثل واحدا من الشرور العظمى في العالم واحد بيكره الإيمان بهذه الدرجة الإيمان بالله أو الإيمان بشكل عام يمثل واحد من الشرور العظمى في العالم يضاهي فيروس الجدري ولكن القضاء عليه أصعب يعني فيروس الجدري اخترعوا له فكسين إنما الإيمان نفسه ما فيش حاجة أدر عليه فالإيمان من حيث أنه الاعتقاد لا يقوم على دليل هو الرزيلة الأساسية في أي دين فالإيمان هو وهم والله ليس مجرد وهم بل هو وهم ميت أو God is dead الله مات والإيمان بالله هو وهم ووهم ميت دعا ما ينادي بيت شعليز دوكنز وكثيرون على فكرة بيتر إتكنز أيضا هو أستاذ الكيمياء بجامعة أكسفورد بيقول لنا على البشرية أن تقبل أن العلم قضى على أي داعي للاعتقاد في غرات كوني يعني العلم أثبت لنا أنه ما فيش حاجة اسمها أنه الكون ده معمول لغرات فهنا فيش حاجة اسمها غرات كوني علينا أن نقضي على الاعتقاد بأن الكون غرات بمعنى أنه موجود بالصدفة وهينته الكون موجود وخلاص احنا كل اللي نعرفه أن الكون موجود لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل الكون تصميم هل الكون تصميم لأنه إذا أثبتنا أن الكون تصميم يبقى للكون مصمم يعني وإذا أثبت أن الكون غرد في تصميمه يبقى للكون غرد ومصمم له ده تليفون بيشتغل كتليفون كويس فده تليفون ده لي غرد وإنعم أصبح الأيام دي كمبيوتر متحرك لكنه لي غرد تليفون صمم ليكون تليفون كويس فبالتالي هل ده أوجد بالصدفة بالعشوائية اعتباطية اتركبت كل الأجهزة اللي جواه السماعة والسبيكر والسوفتو وير والإلكترونيات اللي جواه وكل التركيبات التعقدية اللي جواه هل اتجمعت بالصدفة أم أن وراؤه مصمم واحد صممه على أنه يبقى تليفون ومطورين طوروا ده هو السؤال فهل يكون تصميم يقول عالم الفيزية وهو بانزيا حاصل على جائزة نوبل في الفيزية في الفيزية يقول ايه يوجه علم الفلك انتبهنا إلى حدث فريد ألا وهو كون خلق من عدم علم الفلك بيقول لنا كده انه هذا الكون خلق من عدم كون يتمتع بتوازن دقيق ويوفر الظروف المناسبة واللازمة للحياة كون تكمن وراء خطة يمكن أن أسميها فائقة للطبيعة على فكرة كونك عالم كونك عالم لا يتعرض مع الإيمان لا يتعرض مع إيمانك يعني ما تقولش لأن أنا عالم فأنا برفض فكرة وجود الله العلم لا يتعرض مع الإيمان العلم يؤكد وجود الله ولا يتعرض معه وده عالم فيزياء حاصل على جهزة نوبل يعني نحن مش بنتكلم على واحد بيدرس في جامعة تحتة يعني ولا جامعة منوف إذا كان للكون تصميم فلابد أن يكون من صممه أي حاجة لها تصميم أجود مصمم غلاف الكتاب ده له مصمم واحد درس جرافيك ديزاين ويعرف اشتغل بالألوان والخطوط اشتغل على سوفت وير أيضا سوفت وير مصمم لعمل جرافيك وعمل رسم وتصميم للغلاف كله بيعمله بيبعثه للمطبع ومطبع تتبعه إذا كان للكون تصميم فلابد أن يكون له مصمم جون لينيكس في كتابات وقال لنا هذه العبارة قال في السنوات الأخيرة أخذنا العلم في رحلة مليئة بالمفاجآت وبالأسرار أيضا فعلم الكون الذي يعمل على نطاق شديد الضخامة لأنه اللي بيدرس علم الكون ده بيدرس يعني علم الفلك وال والمجرات والمسافات والأبعاد والطاقة وكل الأمور وده علم كبير جدا علم على نطاق شديد الضخامة وفيزياء الجسيمات الأولية التي تعمل على نطاق متناهي الصغر شغلوا على البكتيريز وعلى الخلايا صغيرة وأشياء دي فالعلم الضخم أوي كبير الضخامة والعلم المتناهي الدقة والصغر كشف لنا تدريجيا البنية الجميلة المزهلة للكون الذي نعيش فيه هناك بنية مزهلة تكوين لهذا الكون دقيق جدا بعدين جون لينكس بيتساءل وبطرح هذا السؤال وهذا السؤال بيطرح لكل إنسان عاقل ولكن ما هو الإنسان وما هو الكون هل الكون هو بيتنا بمعنى إنه كونا ليناسب الإنسان اتعمل علشان يناسب الحياة ويناسب الإنسان زي ما أنت بتعمل بيت كويس عشان تعيش فيه يناسبك ويناسب حياتك ويناسب أهل بيتك فهل هل الكون ده يعتبر بيتنا أم أننا مجرد كائنات مؤقتة صغيرة جدا قذفها الكون بالصدفة يعني إحنا وجدنا في هذا الكون بالصدفة على هيئة مادة وطاقة على نحو عشوائي استغلالا للقدرة الكامنة في قوانين الطبيعة بمعنى أن إحنا وجدنا بالصدفة لمجرد وجود الطاقة ووجود الصدفة والانتخاب الطبيعي وبعض القوانين الطبيعية فأنتجت لنا الحياة فصار هناك الإنسان بعد ملايين السنين ده سؤال مهم جدا ولابد أن يطرح هذا السؤال من نحن وكيف وجدنا وهل فعلا وهل هل فعلا الإنسان اللي ربنا أوجده كما تقول الرواية الكتابية ولا أن الإنسان ووجد بالصدفة كما يدعى البعض طيب أخذ مدخلة وأرجع أكمل مع حضرتكم أخي زكريا من المغرب سلام أهلين أخي زكريا كيفك الله يحفظ كنا متابعي برنامجك الأكاديمي شكرا برنامج أكاديمي تعليمي يجب أن يدرس الجامعات أكاديميات وكذلك في الجامعات بالمغرب ودرس كتاب مقدس شكرا أخي زكريا شكرا لك يعني الناس تعبوا من القرآن يعني أنت تعرف أن القرآن هو تعليم أنبياء كذبة يسقونهم الحليب فردي الطعام أي في لغة سيستمر ذلك يجب محاسبة وزارة تعليم عند حضرتك عند حضرتك سؤال أو تعليق متعلق بموضوع حلقة اليوم لو كان عندك أي سؤال أطرح وليس أجيبك يعني الله أحفظك يعني على حسب الإنسان يعني أريد يعني أن تعمل مقارنة بين السفر آخ نوح وكذلك السفر تكون يعني حاضر حاضر شكرا لك حاضر وهناك معلومات يعني تقول يعني سرية بين آدم لما أكل مشجرة معرفة الخير والشر يعني تكون عنده الجهاز الهدمي وكذلك كل المتعلقات الأزهزة يعني صار شكرا لك يعني شكرا شكرا أخيان زكري ربنا يبركك إحنا الأسئلة التي ترحى جون لينيكس وغيره أسئلة منطقية جدا عن أصل الكون وعن نشأة الحياة وعن الإنسان وعلاقته بالكون هل إحنا دا بيتنا بمعنى بمعنى أنه زي ما بيقول الكتاب أنه بعدما ربنا صنع كل شيء خلق الإنسان بعدما جهز له كل حاجة وصار الكون دا هو بيته اللي يعيش فيه بحدف وبغاية أم أن نحن نتيجة لقوة غاشمة عشوائية اعتباطية مع الصدفة والطاقة وبعض القوانين قذف قذف دا الكون خرجنا منه وعايشين متطفلين فيه دا سؤال مهم جدا فريمان دايسون هو أيضا عالم فيزياء معروف بيقول هذه الكلمات عندما ننظر في الكون ونرى الأحداث الفيزيائية والفلكية الكثيرة التي عملت معا لصالحنا يبدو وكأن الكون كان يعرف أننا قادمون نشوف التكيف والدقة ونكلم عن عن هذه الدقة في تصميم الكون اللي تناسب أنه يكون هناك إنسان عايش وكائنات عايشة كويس هذه الدقة بتقول لنا وكأن الكون كان يعلم أننا سنأتي يعني البيت دو نجهز وكانه كان يعلم أننا جايين في بعض الهيئات الأمريكية المهتمة قوي ب مساعدة الجنود الأمريكان اللي بيجوا من الحرب مصابين وعدد كبير منهم بيأتي ب يعني يا أم رجلي تقطعت أو إيده تقطعت أو إلى آخر فالهيئات دي بتعمل بيوت لهؤلاء الجنود وأنا بيعجبني لما بيعملوا البيت بيعملوا بكل بيت يناسب حالة الجندي ده يعني القاعد على كرسي متحرك كويس البيت ما بيكونش فيه سلالم حتى المطبخ حتى المطبخ ارتفاعاته تتناسب وجوده وأعدته على الكرسي المتحرك فبيجهزه كل حاجة جوه البيت تكون مور كونفينيان يعني بنسباله سهلة كويس ربنا لأنه خلق الإنسان الآخر آخر واحد هو لأوجده عمل كل حاجة في الكون تناسب حياة الإنسان وده اللي بيقوله هنا العالم بس بيقوله بطريقة مختلفة بيقوله إنه كل حاجة في الكون بنراها الأحداث الفيزيائية والفلكية الكبيرة التي عملت عملت لصالحنا ويبدو وكأن الكون كان يعرف أننا قادمون نفس الحقيقة بيأكدها أيضا بول ديفيز وهو أيضا عالم فيزيائية فبيقولنا هذه الكلمات لا أصدق أن وجودنا في هذا يكون مجرد فعل غريب غير مفهوم من أفعال القضى سدقش إن وجودنا هنا يكون مجرد عمل عشوائي نتيجة القدر أو إن صدفة في التاريخ أو إن ومض عارضة في دراما الكون العظيم ولكن أنا مندمجون في الكون بالكامل لقد قصد لنا بالفعل أن نكون هنا قصد للإنسان أن يعيش على الأرض وكل ما هو في الأرض عمل لكي ما يكون الإنسان عايش على الأرض طبعا الملحدين زي شعل صدوكن وصغير وبيقول لك آه أنا اتفق معك بس ده كله وجد بالصدفة ده كله وجد إنه القوة الاعتباطية العشوائية هي الفاعل وراء كل هذا هل يمكن أن نفهم الكون هل يمكن أن نفهمه يعني المرنم لما بيقول يا سيدي لما أرى نجومك وكل ما يدور في الأفلاك أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد عملت يداك هل ممكن الإنسان يوصل إلى هذه هذا الفهم هل ممكن نقدر أن نفهم الكون أو زي ما بيقول مزمور 19 كويس في مزمور 19 نقرأ هذه الكلمات حيث يبدأ المرنم في مزمور 19 ويقول لنا يكلمنا عن الكون اللي ربنا أوجده وعن الخليقة اللي ربنا أوجدها فيقول لنا وراح فين مزمور 19 موجود في الكتاب عندي أكيد أهو أسمعي التحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يديع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته من أقصى السموات خروجها ومن مدرها إلى أقصيها ولا شيء يختفي من حرها هل ممكن الإنسان يفهم الكون هل هناك إمكانية للإنسان أن يفهم The Universe من أشهر العبارات أو الإجابات التي قدمت على هذا السؤال كانت إجابة أينشتاين لما قال أنه أكثر ما هو غير مفهوم أكثر ما هو غير مفهوم بشأن الكون أنه مفهوم يعني الشيء العجيب الشيء العجيب اللي صعب فهمه أن الكون يمكن فهم إمكانية فهم الكون نفسها بتفترض مسبقا وجود عقلنية قادرة عقلنية قادرة على الوصول إلى ذلك الفهم وهذا برهان على أن يكون الكون نتاج ذكاء في ترتيب في دقة في نظام ما فيش عشوائية ولا صدفة لكن في دقة متناهية جدا في الكون وستطاع الإنسان أن يفهم ويصل إلى نظريات مبنية على على الملاحظة ودقة الكون ودقة المسافات والعوامل الموجودة اللي في الكون والقوة النووية والكهروم الغناطسية اللي بتتحكم في أمور كثيرة في الكون قدر يعرف ويفهم الكون محاولتنا لفهم الكون وفهمنا لبعض الأشياء في الكون بتؤكد على أن هذا الكون مصمم وله مصمن ده اللي عايز يقوله هنا أينشتاين الأشهر الفلاسفة اللي تكلم عن الموضوع ده هو كيث وورد المعظم من أمعنه التفكير في أصل الكون سواء فلاسفة علماء من أرستو وأفلاتون وهيجل وكانت وغيره من الفلاسفة على مر العصور معظم من أمعنه التفكير في أصل الكون وطبيعته وكتبوا عنه رأوا أن الكون يشير إلى ما هو أبعد منه إلى مصدر غير مادي يتمتع بقدر ضخم من الزكاء والقدرة إلا هو الله إن وجود قوانين فيزيائية يعني دمنا وجود إله يصنع هذه القوانين وجود قانون الجاذبية يعني أن الكون عندما صمم بهذا القانون ولأجل هذا القانون وجوده يؤكد على أن من أوجده فلما يقول هنا إن وجود قوانين فيزيائية بمعنى يعني ضمن وجود إله يصنع هذه القوانين ويدمن توافق العالم المادي معها معظم قوانين الفيزياء بيكتشفها الإنسان مش بيخترعها بيكتشفها يعني يعني كل معظم ما معظم ما لدينا الآن من معرفة هي اكتشفات موجودة بس اكتشفات واكتشاف يؤدي إلى اكتشاف واكتشاف آخر يؤدي إلى اكتشاف أعمق كل هذه قوانين بيكتشفها الإنسان وبيكتشف مدى دقتها ومدى أيضا تلاؤمها وتوافقها مع العالم المادي العلم بيجاوب على أسئلة كتيرة جدا لكن العلم ما بيقدرش يجاوب على سؤال لماذا يوجد الكون أو الغرض من الكون وعش كده سواء جون لينيكس أو بعض الفلاسفة اللي تكلموا عن الغرض من الكون حكوا حكاية كيكة الخالة ماتلدا ويمكن الاسم صعب خلينا أقول كيكة العم مونة مثلا خلينا أخدها بال اسم عربي كيكة العم مونة العم مونة عملت كيكة كيكة شكلها جميل منصق واللي بيحب سويت طبعا الكيكة بالنسبة له دي حاجة كبيرة جدا عملت كيكة هي أشطرة فعمل الكيك فعملت كيكة الكيكة دي هيخدها علم الفيزياء ويقول لنا قلنا هيدرسها كويس أوي هيقول لنا عن مكوناتها أشياءها كل ما كل ما يطبقه من معرفة فيزيائية كو يعملوا عليه يطبقها على الكيكة دي كيكة دي أيضا هيخدها واحد مختص بالتغذية يقول لنا آه كمية السعرات الحرارية اللي فيها دي السكر دي والنشويات دي ولو محطوط فيها فواكه دي فيحللها لنا ويدينا معلومات كبيرة وكل ما يحطها تحت الميكروسكوب ويعرف اللي فيها يقول لنا معلومات أكتر وأكتر وأكتر لكن ولا واحد ولا واحد من هؤلاء العلماء هيكون عنده إجابة عن الغرض من الكيكة ممكن يقدمه فروض كتيرة كويس الكيكة وجدت مثلا علشان شكلها حل الكيكة وجدت علشان تبقى زينة كل واحد يقدم فرق لكن محدش فيه ما يعرف الغرض الأساسي اللي تعمل من أجله الكيكة إلا طانت مونة اللي عملتها لأنه طانت مونة عملت الكيكة دي علشان تحتفل بعيد ميلاد بنت اختها فالغرض موجود في قلب وفي موجود بس عند طانت مونة العلم هيجاوبني عن محتويات الكون العلم هيجاوبني عن محتويات الكون العلم هيديني إجابات عن القوانين الفيزيائية اللي بتاحكم الكون العلم هيديني إجابات مهمة جدا عن المجرات عن الهوى عن الأكسجين عن الخلايا الدقيقة اللي موجودة في الكون عن الإنسان لكنه مش هيديني إجابة عن الغرض من وجود الإنسان ومال أجيبه منين أجيبه من الخالق اللي عمله وعش كده العلم اللي يتعرض مع الإيمان العلم بيكمل وبيجاوب على أسئلة لا يستطيع الإيمان أن يجيب عنها يعني لماذا وجدنا وإلى أي وإلى أين ذاهبون وما هو الغرض من الحياة وما هو الغرض من الكون كل ده العلم لا يستطيع أن يجيب عليه الأسئلة الوجودية المرتبطة بالإنسان العلم لا يستطيع أن يجيب عليه والأسئلة الوجودية المرتبطة بالكون ككون العلم لا يستطيع أن يجيب عليه في العلم لا يتعرض أبدا مع الإيمان الإيمان يجيب على أشياء لا يستطيع العلم أن يقدم إجابة على عش كده لما بندرس الكون أو ندرس الإنسان بنجد أنه الإنسان وجد الغرض مش موجود عشوائي لأنه جوه الإنسان البحث دائما عن غرض الحياة وجوه الإنسان دائما البحث عن من أوجده وخلقه وأنشاه منذ أن وجد الإنسان الكون له بداية الكون ليس أزلي ومن ثم المفهود أن يكون له نهاية الكون اللي بداية آه اللي بداية النهاردة ما فيش واحد عالم حقيقي يعني بينكر أن الكون له بداية دي حقيقة علمية مثبتة لأنه الكون بيثبته أنه يتسع وأنه يتسع يبقى له بداية ستيفن هوكين هو معروف أيضا ب يعني عدم إيمانه لكن في حقاية أوات كتيرة لازم تقولها ودي من ضمن الحقاية اللي قالها الكثيرون لا يحبون فكرة أن للزمن بداية ربما لأنها تحمل في طيقاتها فرضية التدخل الإلهي الإنسان مش عايز يقبل أنه للزمن بداية لأنه إذا قلت أن للزمن بداية يبقى كل من له بداية له منشئ ومبدئ ففرضية وجود التدخل الإلهي لما أقول أنه للزمن بداية فرضية موجودة الله وحده هو الذي ليس له بداية وليس له نهاية الزمن وجد عندما خلق الله خارج الزمن السماوات والأرض فأوجد الزمان وأوجد المكان فللزمن بداية زي ما أنه للكون بداية وبما أنه للكون بداية يبقى للكون مبدئ منشئ وما أنه الكون مصمم فله مصمم دي الحقيقة أنا أؤمن بأن البداية ذكرها لنا سفر تكوين فأصح واحد واثنين بداية كل الأشياء في البدء في البدء خلق الله السماوات والأرض الكون منضبط ولا مش منضبط اسمها fine-tuned fine-tuned أي واحد بيلعب موسيقى أنا مش منهم يعني بس أنا أحب الموسيقى أي واحد بيلعب موسيقى قبل ما يعزف على البيانو أو قبل ما يعزف على الجتار بتاعه بيعمل بيعمل تونينج للأوتار ولو أنت نقلت بيانو من مكان لمكان كويس فعلشان يطلع الصوت حلو لازم تعمل تونينج للبيانو بعد ما نقلته تزبيط للنغمات بتاعته عشان كل نغمة تطلع زي ما هي مصمم لها أنها تكون فيطلع عندك اللحن أو التناغم في العصف موجود لذا بنجي نتكلم عن الكون بنتكلم بنفس الفكر أن الكون fine tune أنه الكون منضبط ومنضبط جدا منضبط ومنضبط جدا في هناك نظام في الكون في انضباط في دقة ما هو مش ممكن تكون الانضباط والدقة دي موجودة بالصدفة ولا موجودة اعتباطيا أوجدتها صدفة غاشمة عشوائية فأوجدت لنا هذه الدقة كل قوة الكون الأساسية متوازية ومتوازنة ومنضبطة بكل دقة تمكن الكون من احتضان الحياة هذه فكرة أنا لا أؤمن بوجود حياة خارج الأرض يعني أنا دائبا الشخصية وأن الأرض هي أنسب مكان ربنا أوجده لوجود إنسان فكل قوة الكون الأساسية متوازنة أو منضبطة بكل دقة تمكن الكون من احتضان الحياة هذه ثوابت أي تغيير فيها يجعل من المستحيل استمرار الحياة إلعب كده في المسافة ما بين الأمر والأرض أو إلعب في المسافة ما بين الشمس والأرض أو إلعب في سرعة دوران الأرض حوالين نفسها وحوالين الشمس أو إلعب في سرعة المجرات تنتهي الحياة تنتهي جون لينكس بيقول لنا عبارة مهمة جدا بيقول وجود الحياة على الأرض يتطلب كمية وافرة من الكربون والكربون بيتكون إما من اندماج ثلاث نوايات هليوم أو اندماج نوايات هليوم مع بريليوم حدوث هذا الأمر يتطلب ضبط الحد الأدنى لمستويات الطاقة النووية ضبطا دقيقا بالنسبة لبعضها البعض هذه الساهرة تعرف باسم الرانين كويس أي اختلاف أكثر من واحد في المية في أي من الناحيتين يستحيل على الكون أن يحتضن الحياة يستحيل على الكون أن يحتضن الحياة هذا هو الانضباط هذا هو الانضباط الانضباط اللي بنشوفه نختبره ونعيشه وبنعرفه عن الكون فريد هايل عالم الرياضات والفلك بيقول لنا بيقول لنا أنه هذا الضبط الدقيق هذا الضبط الدقيق كان كافيا كان كافيا لإقناعه هو هو لم يكن مؤمنا لكن لما درس الضبط والدقة المتناهية لموجودة كويس أقنعه هذا بأن يغير رأيه ويترك الإلحاد فيقول بأنه أقنع بأنه يبدو وكأن عقلا أعلى قد تدخل في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الأحياء وبأنه ما من قوة عمياء في الطبيعة تستحق أن أتحدث عنها ننفعش قوة عمياء عشوائية اعتباطية توجد هذا الدقة المتناهية اللي موجودة في ضبط الكون ننفعش يقول هذا الانضباط اللي موجود في الكون كان كفيل بأنه يعني يقنع ويترك الإلحاد ويؤمن أن وراء هذا عقل مدبر مصمم زكي وبلغتنا هو شخص الله ماذا عن المسافة المنضبطة بين الأرض والشمس هل دي اعتباطية عشوائية هل ممكن بكرة مثلا نلاقي المسافة دي اتغيرت وبردو نكون حياء عايشين على الأرض إذا اقتربت الشمس من الأرض تبخرت المياه تبخرت المياه ما نفعش معاها حياة في روح استراليا يعرف أنه الشمس هناك شوية يعني بلغتنا مفترية حمية وحمية حمية قوي 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 كويس و استراليا كاكارا كويس شبهة مدورة يعني كده الناس عايشة على الحدود اللي هي عند المية لكن في النص كلها سحرة يصعب معها الحياة بل مفيش حياة في الجزء ده من من قوة حرارة الشمس تخيل بقى أنه الشمس تقترب إلى الأرض يعني مصريين هذه الأيام بيقولولنا أنه ما مرش على مصر حر زي اللي احنا أو هم اللي عايشينه الشهر اللي فاته الشهر الآن حرارة شديدة جدا يصعب معها فعلا الاستمرار والحياة وييجي كمان فوق ده كله يروح قطعن لهم الكهرباء كويس لكن إذا اقتربت الشمس اقترب بسيط جدا نحو الأرض تبخرت المياه واحتركت الأرض وإذا ابتعدت الشمس يعني مسافة قريق حتة صغيرة قوي عن الأرض تتجمد الأرض وتصير جليد فلدي ينفع ولدي ينفع الدقة المتنهية اللي موجودة هذه من أوجدها ما الصدفة ممكن تعمل يحصل لها صدفة أخرى يعني ممكن مرة تصدف ومرة ما تصدفش مرة الصدفة تعملها صح ومرة الصدفة تعملها غلط لكن انت عندك قوانين لا تتغير ثابتها لا تتغير يبقى أكيد من أوجد هذه القوانين يعني حامل كل الأشياء بكلمة قدرته يبقى لنا الكتاب كده ربنا ضابط الكون كله طيب في كتاب Privilege Planet أو الكوكب المحزوز جنزالس وريتشارد هم المؤلفين بيقول لنا الأرض هي الوحيدة ضمن كل الأماكن الموجودة في الكون التي تتمتع بالظروف التي تسمح بسكانها ولكنها في الوقت نفسه شجيجة الملاءمة شديدة الملاءمة لصنع تنوع مزهل من القياسات بقت بدءا من علم الكون وعلم الفلك المجري وانتهاءا بالفيزياء الفلكية للنجوم والفيزياء الأرضية يعني هي المكان الوحيد المناسب للحياة للسكنة وفي نفس الوقت بنجد علم الفلك وعلم الفيزياء والمجرات والحاجات دي بنجد فيه كمية تنوع هذا التنوع هناك تناغم بالرغم من هذا التنوع ودقة متناهية حتى في جسم الإنسان هناك دقة متناهية أختم به عبارة ألها وليام بيلي هب إني وجدت ساعة في الأرض وسألت عما أتى بها إلى هنا لابد أن شخصا صنعها لابد من وجود صانع إن كل إشارة تدل على صنعة صنعة ماهرة مع الفارق أن الطبيعة أعظم وأكبر بما لا يقاس قال الجاهل في قلبه ليس إله وماذا عن العاقل يرى أن الله قد أوجد كل هذه الأشياء فيعبد ويخضع ويسبح إلهه السماوات تحدث بمجد الرب والفلك يخبر بعمل يديه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم